قيمتك غالية في نظر الله قيمتك غالية في نظر المسيح لكن تعرف كمان شو قيمتك يعني ديش أقول غالية في نظر الشيطان لكن الشيطان مجند كل الدنيا كل الأرواح وكل الشياطين عن طريق الديانات عن طريق الهرطقات والبدع عن طريق الأعمال السحرية عن طريق يعني شو ما بتستخدم المادية الحاد التدين بيستخدم كل الأمور حتى يحرمك من الأبدية تعرف حبائي الشيطان راح لعند الرب وبتكلم عن أيوم مش لأنك اتسيجت حوالي أيوب كان غالي جدا في نظر الله قال له طيب بسمح لك بس أوعك تمس نفسه أخذ كل ما يمتلك لكن مغيرتش فكرة أيوب شوف شيطان هذا هو الشيطان كان ذاك كذابا وأبو الكذاب أول جملة قالها الشيطان أحقا قال الله عم بيكذب كلام الله فالشيطان كذاب بيكذب على عقول الناس بيقنعهم إنه الله عنده طرق كثيرة بيقنعهم في أمور تعارف في داخلك في قرارة نفسك في قناعتك من جوا في هيك الزاوية انت تعارفن فيها فراغ وهي الزاوية عم تبحث وعم تطلب الله قوعك تعاند هذا الصوت اللي بيسميه الضمير في داخلك بملزات مؤقتة بمتع وقتية بقرارات خاطئة في حياتك في بدع في أعمال سحرية في أي شيء بتحاول تبتعد فيه عن الله قوعك كل إشي بعبر عن جمال الله وعن إبداع الله ما هو خلقنا على صورته عشان نبدع قوعك تفكر نوع يعني الشيطان أعطى الصورة أن الله حارمنا الله مش حارمنا الله بأعطاك الحياة الأبدية من خلال يسوع المسيح قال يسوع لبطرس الرسول سمعان سمعان هو ذا الشيطان طلبكم ليغرب لكم كالحنطة أنا قد صليت لك لا يفنى إيمانك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر